قصص جمالي اللي احرادك توليت رأس تحرير Birds Mg destruction لا لا الاهلي الاهلي أوالالي الاهلي الزمال الك تعاونت معهم فترة لا ايام البدكثور كمال درويش والاسماعيلي الاسماعيلي كان ر debats التحرير الاسماعيلي رأس التحرير الاسماعيلي رئاس الـ Orlando ومدير تحرير في مجلة زمالك والاهلي والاهليhape الاهلي أ existem يعني في الثلاثة ايه تخالي بقى والشمس لا والشمس كنتم صار تحرير ده أيام أيام المهندس الملاحة كنت مستشار تحرير فبالتالي أنا بخلينا تكلم على أهلي زمالك إسماعيلي أنت النهاردة لما تيجي تطرح اسم حد كان بيعمل في قناة الزمالك أو كان بيعمل في قناة الأهلي وتطرحه القناة الأهلي يقول لك لا كأنها سبة أو جريمة أنه اشتغل في قناة الزمالك أو اشتغل في قناة الأهلي لا ما ينفعش ده زمالكاوي ده أهلاوي ما ده ما يمنعش برضو أنت تبقى حاجة أيوة ماشي ماهدنت معك لكن أنا بكلم على أن تحولت أو ده تراجعت المهنية أمام السوشيال ميديا وأمام ضغوط بعض المسؤولين وتصنيف ومحاولة تصنيف الصحفيين بالعافية بعيدا عن المهنية طبعا اللعيبة بينتقلوا من هنا لنا لنا المدربين كان يمكن أولهم أول واحد كان عمل راوج كبير جدا كابتل محمود الجهري يعني أنا فاكر يوم كانوا بيدوروا على مدير فاني للزمالك كنت كلمت اللي هو عبدالعزيز قبيل كان الله يديره الصحة كان مدير عام النادي فبقوله يعني أخبار المدرب إيه الجديد وكده للزمالك فقال لي محمود قال لي الجهري قلت له الجهري مين ما وفيه عبدالكريم في عبدالكريم الجهري اللي هم من ولاد بقى وهم قرايب الكابتن الجهري على فكرة ولاد عمي يعني فقلت له أنا وواحد فيهم عبدالكريم ولا محمود اللي هم بتوعي الزمالك قال لي لقى الجهري بتاع مصر جهري كبير قال لي الجهري لحظه كان فيه اللي في الزمالك كان فيه الجهري كبير وجهري صغير غير الجهري كبير التالي ده الجهري الأجزاء قال لي لك جهري بتاع مصر اللي هو بتاع مدرب منتقى فقلت له معقولة وبتاع فقال لي آه والله يتمل الاتفاق بالزبط وبعدين على فكرة هتلاقي فيه لعيبة من القديم الأزل بقى كابتن ياكن حسين كابتن زاكي عثمان زاكي عثمان حسين حجازي كل الناس دي لعبة آهلي ولعبة الزمالك ولم يكن هي نبرة التعصب هي اللي زايدة بس شوية يعني نبرة التعصب اللي هو ايه يفترض ان انت لو بتحب النادي الآهلي تشتم الزمالك او العكس مصطفى يقول اسمه شغال في قناة زمالك لا ده ما هو موضوع تاني بس يعني طب ايه المشكلة لا انا ما قلتش فيه مشكلة ده قرارات كل واحد يتخذ القرار اللي هو يرى مناسب لي يعني لكن هي الفكرة فكرة ايه انت صحفي او اعلامي بتدور على انك تؤدي عملك بشكل محترم وبشكل مهني تتكلم على المهنية المهنية مش معناها تجريح فيها الاخر ايا كان الزوف طب اخبالك اه اه يعني انا حذكر حاجات يعني اه انه انت لما تكون مثلا الاستاذ عب من جيد نعمان ان الله يرحمه استاذنا كلنا الله يرحمه طبعا اه لما كنا بنشتغل معاه في الاخبار طول عمرنا وفي مجلة الاهلي في نفس التوقيت عمره ما قال تعرضه للزمالك باي كلمة عمره يعني بالعكس لان انا درت النادي كمان ما كانت شبتها تعرض وقتها ادارات الاندية ما كانت شبتها تعرض وحاليا حاليا الاغلب ما حدش بيتعرض الاغلب انا بتكلم على لا في الاهلي ولا في الزمالك اه عموما عموما يعني مثلا انت عمرك شفت حد تعرض للنادي الاخر بشكل فيه اهانة او احراج او كلام من ده ما ما سمعناش عنها كتير يعني لانه هو مش ده اللي يجب ان يكون اللي يجب ان يكون ان يكون هناك احترام طب وفيه لعيبة كتير جدا كبار ومن الاجيار الحديثة لعبوا اهلي ولعبوا زمالك ولم يكملوا مسيرتهم لسبب او لاخر ومع ذلك عادوا الى الناجل الاهلي اللي 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 باقر changer او